السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عملياني رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي اغلى حاجة في حياتي تعالوا باجا نشوف البيض بتاعنا المفروض ان منان بارح كان البيض وكتاكيد تنجر وتطلع معايا بس بصراحة كده انا شك ان الموضوع فشل طيب تعالوا باجا نشوف اغلب البيض اللي المفروض بدأ ينجر معايا بصوا انا مش عارفة بصراحة اصبت درجة الحرارة فحاختبر بيضة او اتنين من اللي هما البيض المكسور ده وحشوف هل الكاتكوت عايش داخل البيض ولا كان ميت تمام بصوا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو بصوا الخسائر مش هتكون اكتر من اللي حاصلة بس احتمال كبير يكون الكاتكوت داخل البيضة ميت بصوا الكاتكوت داخل البيضة ميت ومعفن كمان بصوا الكاتكوت داخل البيضة ميت وبدأ يتعفن بصوا شايفين كانت طبعا فيها كاتكوت تعالوا نشوفكم انا البيضة التانية دي برضو الكاتكوت داخل البيضة ميت زي ما انت شايفين كده بصوا كتكوت كامل مكتمل بس ميت بصوا ميت ده ما كانش كده ليه حل تاني مش كان هيطلع تعالوا باجا نشوف بيضة كمان نشوف بيضة كمان من بيض البط في بيضة كده انا شكة فيها بصراحة في بيضة من بيض البط انا شكة فيها مش مشكلة حتى لو اخسرنا البيضة ما فيش اي مشاكل بصوا انا والله العظيم بعمل كده علشان التجارب بتاعتكم بسم الله الرحمن الرحيم على فكرة البطة نشفة تماما في البيضة بس بردو نشفة وميتة ايه بصوا ايه نشفة وميتة مكتملة على فكرة استنوا بس نبلحها كنت عايزة اصور لكم الفيديو ده بالاستاند بس والله الاستاند نزلته برغم ان الموضوع معفن يعني بس اقول له عشان خاطر عينكم بصوا 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 بطة اهي شايفين اهي بس بردو ميتة اهي بصوا مناش نصيبة جماعة في الحاجات اللي هي بتموت دي مناش نصيب تمام طب انا اعمل اي دلوقتي افتح على البيت كله علشان اطفي اللمبة ولا اعمل ايه مش عارفها بصراحة ولا استنى لحد بالليل افحص البيت التاني لو لجيت البيت اه كله ميت ابدر اني انا ام افتح عليه واوره الكم تمام? هستنى برضو لحد الليل. آآ حاول بس ان انا ارفع اللمبة كده شوية. اكيد طبعا درجة حرارة اللمبة كانت عالية على الكاتكوت بتاعي لان لحد انبارح بصراحة الكاتكوت كان عايش. فمش عارفة. مش عارفة بصراحة يعني انا اللي مودت البط ده بدرجة الحرارة عالية ولا اعمل ايه كاتكوت? ما شاء الله بصوا. ما شاء الله. اهو. دس اكيد طبعا اكيد 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 هي كانت درجة حرارة اللمبة عالية على الكاتكيت او على البيض. فان شاء الله بازن الله هجيب ترمومتر عشان الفترة اللي جاي بازن الله حبيت موضوع اللمبة ده. يكون ان شاء الله بازن الله درجة الحرارة مزبوطة. عشان حتى لو لقدر الله في بطة زي كده ما كملت رقود على البيض يبقى انا عندي الحل الثاني وعندي البديل على طول بس لازم طبعا البديل يكون مزبوط علشان ان شاء الله بازن الله يطلع معاك خير. تمام? طيب ان شاء الله حستنى لحد الليل علشان برضو ما اخدش خطوة اندم عليها. يكون مسلا افتح على بيضة. يكون الكتكوت من داخلها حي. وانا استعجلت عليها. هستنى لحد الليل ان شاء الله بازن الله. عشان ابدأ ان انا افحص البيض كله. افحص الا اه ايه كتكوت عايش ولا ميت جوه البيضة. لو عايش طبعا حسيبه. وجوز ان شاء الله هيجيب لي ترمومتر. ولو ميت طبعا حفت على البيض كله او الهولكم. وان شاء الله بازن الله. اه لما نعمل ان شاء الله بازن الله والبط بتاعنا يبدأ يبيض تاني. اعمل معكم التفجيز اليدوي ده بس هكون طبعا بكارتونة. وهيكون ان شاء الله بازن الله بحاجات غير دي وبترمومتر. يعني هكون ان شاء الله بازن الله مستعدين ده الموضوع. المرة دي صراحة الموضوع جا فجأة كده. البطة يعني فجأتني. فما كانش عندي حل صراحة غير كده. تمام? لايك وشير باجا واستنوا هكمل الفيديو معكم ان شاء الله بازن الله بالليه. تعالوا باجا اوليكم اللي حصل. بصوا. انا هفتح على البيض. يمكن الحك حاجة. بصوا شايفين البطة. بسم الله ما شاء الله بطة حجمها كبير جدا. ما شاء الله بطة مسكوفي حلوة جدا جدا جدا. دي كانت اول بطن ليه البطة. وبطة بيضة الحمد لله ما ليش نصيف فيها. تعالوا باجا نشوف باجي البط. على فكرة البطة دي نجرت البيضة وماتت داخل البيضة. يعني هي لما نجرت انا فتحتي لها اه تاني يوم. امبارح كانت حية. امبارح البطة دي كانت حية. يعني لو انا كنت فتحت لها من امبارح. يمكن كانت عاشت. بس الحمد لله ما ليش نصيف فيها. طيب دلوقتي هتعمل اي حنان? هفتح باجي البيض زي ما انتو شايفين كده بصوا. تقريبا كده البطة كله ميت جوا البيض. الحمد لله اللهم اجرني في في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. الحمد لله قد الله ما شاء فعل. مليش يا جماعة. مليش. مليش البط ده. برغم ان هو ما شاء الله بطة حلوة جدا جدا مسكوفي. بس الحمد لله قد الله ما شاء فعل. الله اعلم لو كان البط ده طلع. كان جراني انا اولادي ايه? انا هطلع البط كله معاكم وبعدين ان شاء الله بازن الله ارجع لكم تاني. اهو بصوا. بطة ما شاء الله البطة مكتملة. شايفين? اهو. دي بطة صودة كده زي ما انتم شايفين. اهو. طب ايه حنان اللي خلى البط ده يموت رغم ان هو بعد ما حطيته تحت اللمبة. كان عايش معاك وكان بيتحرك. ايوة والله فعلا كان عايش معاك وكان بيتحرك. طب ايه اللي حنان اللي خلاه يموت? اللي خلاه طبعا يموت درجة الحرارة الزيادة. درجة الحرارة على فكرة علية من انبارح اه هنا اه على البط لاني طبعا الجو حر جدا جدا وانا كمان سبت اللمبة جريبة منهم. فلو انت هتتعرضي للموقف ده لازم طبعا ترمومتر علشان على الاقل تجيسي بيه درجة الحرارة ما تتعرضيشي للموقف ده. تعالوا باجا نشوف باجي البط. تعالوا باجا نكمل الفيديو مع بعضينا اللي هو حرفيا كده. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. واللي جيب ربنا كله كويس. شايفين باجا? عارفين انا اكتر حجم زعلاني ايه? البط الافيض ده. شايفين كم بطة بيد? واحد اتنين تلاتة اربعة. شايفين البط المسكوفي فارق طبعا على البط المدنس او البلدي. شايفين حجم البطة بس احرفيا انا مش جادر بصراحة اني انا امسك البط تاني. ودول طبعا كتاكيتة فراخ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في واحد كمان ستة وفي واحد سبعة. والباجي باجي البيت تقريبا كده باز. تمام? طيب معنا كم بطة كانت آآ ما شاء الله ده برضو فرخة تمانية آآ معنا كان بطة مدنسين واحدة. ومعنا كان بطة مسكوفي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر بطة مسكوفي. الحمد لله يعني ما شاء الله البط البيض اللي تبط كله كان فيه تخصيب وبيجي بط ما شاء الله اللهم بارك يا كانت جايبة خمستاشر بيضة وكان معها الدكر الابيض علشان كده فيهم اربع بيض. ويمكن كمان التلات بيضات اللي تكسروا في الاول يمكن كان فيهم برضو ابيض. فماشاء الله اللهم بارك يعني جابت معايا زي ابوهم الدكر الابيض. وماشاء الله حجم البطة حلو جدا جدا. نستعود ربنا ونقول اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها في المرة دي. وان شاء الله بازن الله المرات اللي جاية تكون خير. طيب تعالوا باجه اوريكم. تعالوا باجه اوريكم البيض وجشور البيض. في بيت طبعا لجيته اه فيه جنين كده بصوا. زي ما اقول لكم الله العظيم انا حرفيا كده مش جادر الصراحة امسك يعني. على فكرة بصوا في جنين. في فرخة ده بيت فراخ. في فرخة. وفي بيت كده لجيته. اه في مية بيضة وفي بيت لجيت في مية حمرة وفي بيت لجيت في مية صفرة. في بيت لجيت في مية سودة. تمام? وكتكوتين دول واحد فراخ وواحد آآ بط ثاني حالة. وفيه وبيضة لجيت فيه مية سودة. طيب. والبيض ده يا حنان انا الصراحة البيض ده مش عارفة يعني. البيض ده اصلا كنت آآ مفروض ان انا حطاهولها بعد ما رجلت بفترة. فمش عارفة الصراحة اكسره. واشوف الدنيا فيها ايه لو كتكوت مات برضو من درجة الحرارة. بدل ما اخلي اللمبة شغالة اسبوع وكمان مش عارفة يعني. اجرف واحدة طيب اكسر واحدة. واشوف. حكسر واحدة واشوف. مش عارفة. انا حفتح البيض ده لاني كده الشكل الكتكوت داخل البيضة مات برضو. حنشوف. بصو. مش عارفة بصراحة في في نبض ولا ما فيش. هي بيضة يعني انا لو لجيت كتكوت حي جواها هخلي التلات بيضات. مش عارفة بك. تعالوا هنا. طب نعمل ايه? انا عايزة افتح البيضة بالراحة خالص. عشان نتاكد. يعني هي بيضة هنخسرها. فما جاتش يعني من كتكوت. كتكوت طبعا هنعرف هو حي ولا لا? بيتحرق وبيتنفس برضو ولا لا. تمام? طبعا لسه الكتكوت ما كتملشي. ما كتملش. بس عايزة اقول لكم باجا اني شكل الكتكوت ميت. ما شاء الله شكل البط ده حلو جدا. ما شاء الله. برضو كتكوت دي ميت على فكرة. فانو طبعا ها اكسر باقي البيض. ما تعمل. يوح تمتمتم. مدمدم. اه. يوح تمتم تأسي بي. ايوه بس اهو. كتكوت ميت. بس اه. بس ما شاء الله. بس ما شاء الله. فالكلين هم بصوا ولا حصوا. ميت يا حالك كتكوت. ميت. بس ما شاء الله. الحمد لله. اعزة اقول لكم باجا اني البطة الجديدة دي ماشا الله. بس ما شاء الله. الحمد لله. اعزة اقول لكم باجا اني البطة ما شاء الله. البطة بتاعها حلوة جدا 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 جدا. سلالة ممتازة الصراحة. البطة دي والبطة المسكوفي. ما شاء الله عليهم. انا والله بص. لا. انا انا عن نفس الولا ما مسكومة ملعبش في الحاجات المعافنة دي. ريحتها ززفت الصراحة. الحمد لله انا مسكومة. الحمد لله. دلوقت عرفت سر الزكام. صراحة يعني. المهم باجا. عايزة اقول لكم باجا اني انا الحمد لله استعوضت ربنا في الخسائر. وربنا اكيد طبعا هيعودني خير. واكيد طبعا اللي جاي والا والقادم ان شاء الله افضل. الحدي هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى اننا يكون فيدتكم بالفيديو. والحمد لله على كل حال. ودعوة حلو منكم في الكمنتات. اه ربنا يعودنا ويعودكم ان شاء الله بالعوض والخير. اه عن الفلوس والخسائر دي. مع السلامة يا اخواتي. كنت معكم حالان سيد. من يوميات نونا بنت السعيد. باي باي.